كلنا بنحب ندلع أولادنا لكن الموضوع لو زاد عن الحد المعقول بيكون مشكلة حقيقية في تكوين وبنى شخصية الطفل يمكن عشان التدليل الزاد في أطفال كده بتحس إن لازم ناخد بالنا أو إن احنا لازم نحس إن الأطفال دي لازم ناخد بالنا منها لأن في أمهات وأبهات كتير ليهم طرق في تربية أطفالهم مش اللي احنا تعودنا عليها عشان نقدر فعلا نبني أجيال وعية وقدرة إنها تبني بلد بجد وتشرفها في كل مكان أعتقد إن احنا لازم نتوقف عن التدليل المفرط وأنا مش بعمل كده صحيح أنا معيك فعلا أي حاجة في الدنيا لما تزيد يعني أي حاجة اللي يزيد عن حده زي بيقولوا كده بينقلب ضده تدليل المفرط للأطفال من الأساليب التربوية الخاطئة جدا ممكن تؤثر سلبيا على الشخص أو على الطفل عطفيا واجتماعيا ونفسيا ممكن تسبب له مشاكل كمان في التعامل مع الآخرين العلاقات ما بتكونش علاقات صحية إزاي أحافظ على شخصية طفلي تبقى شخصية سوية أديله حنان وأديله دلع وكل حاجة لكن في نفس الوقت يبقى شخصية قوية وقدرة إنها تتعامل مع الآخرين أسئلة كتيرة جدا حنسألها حوالين الخطورة الخاصة بالتدليل المفرط للأطفال مع دكتور نور أسامة اللي دايما بيشرفنا وينوارنا في صباح الخير يا مصر استشاري وتعديل السلوك أهلا بك يا فادي أهلا صباح الفل صباح النور الدلع وتدليل الأطفال شايفوا إزاي إزاي ندلل أطفالنا بشكل صحي لا يؤثر على نفسيتهم طيب عايزة أبدأ معاك إن فيه آل تسعمائة تسعة وتمينين كانت سنة مهمة جدا عشان طلع مصطلح مهمة جدا في كتاب اسمه العواطف لها عواقب الدكتور فريدك كان بيقول مصطلح متلازمة الطفل مدلل وسماها متلازمة علشان هو وصل إن في بعض الاضطرابات النفسية لما واحد بيكبر زي النرجسية التلعب النفسي اضطراب الشخصي الحدية قد يحدث بنسب كبيرة من أطفال المدللة بعد كده إدى أكستريم بقى تماما سماه متلازمة العبقري الصغير إن هو الشخص المتمرد ده في حتة وده في حتة تانية خالص فكان بيتكلم عن متلازمة الطفل المدلل إن احنا بنلبي احتياجاته في كل شيء يعني من أول سنة ونص مفوودي هتحمل المسئولية بمساعدتي يلا نعمل كذا يلا نعمل كذا يلا نشيل الطبق بلاستيك الكوبال بلاستيك هكذا إحنا بنغضت غلطة كبيرة جدا سواس صغير هو لسه لما يكبر شوية بعد كده الطفل ما بيتعلمش الروتين ده مع الشخصية مجموعة السلوكيات فبيكبر مدلل غزبنا عني مغير ما ياخد بالي إن أنا كل شيء مش شرط أكون بجيبه كل شيء أنا أصلا مش محاملين مسئولية بيجي عند المدرسة يلا راح الحضانة أو بريكي أنا حاطت لي كل حاجة في شنطته طيب لو نسي حاجة لها برجع عجبها له تاني فبيجي له حاجة سماء الدجمة خلاص هو مرحلة التعود إن ماما هي المنقذ أو بابا المنقذ اللي بيعمله كل حاجة طيب صحيحة شعري هو اللي بيلبسني غسيل سناني كل حاجة هو اللي بيعمله لي تاني مش شرط يكون التدليل هو المال لا هو التدليل هو عدم تحمل ومسئولية والمنقذ الحقيقي هو الأب والأم فأنا كبرت لحد سنتين تلاتة مش بهمل أي حاجة هما لازم يساعدوني في كل حاجة بوصل لما حاطة الحضانة خلاص أنا كده أكتر من 40% من القيمة السلوكية اكتمنت فأنا بدأت باع إيه خلاص أبقى شخصية تكالية بكتكل عليهم في كل حاجة طيب مع الوقت بتعود على ده وبرمي أسلوب إسقاط يعني لو بابا أو ماما طلب مني أي شيء إذا بتطلبين مني ليه بيكون مدائي جدا فببدأ مرحلة تعودت على كده طبعا مرحلة الإبتزاز النفسي بتوصل بقى الدرجة نحن بتشوف فيه أبطال رياضيين أقوية مدللين أنا بتكلم عن تحملهم مسؤولية بس بتوصل بقى الناحيتين الطفل المدلل اللي مش بلع بمسهر رياضة أو عارف ما هو بتاعته أو بينزل حتى يعمل حاجة في حياته بيكون رافض لهو يعمل أي حاجة زيادة رافض يذكر رافض ينزل رياضة رافض يخرج رافض ما عندوش الرغبة والشغل في أي حاجة إلا في العالم الافتراضي طيب لما بتيجي عند خمس سنين ما بتحملوش المسؤولية تماما إيه اللي بيحصل بيحصل لي مشاكل كتير جدا بيبدأ يرمي إسقاط على الأب والأم فبيعملهم حاجة اسمها التمرض الدفعولي والتسويف بقى يعمل كذا يعمل كذا بيكون قاصد إنه هو حاجة اسمها التلاعب النفسي الابتزاز العاطفي يدايقهم من أجل المدايقة يدايق بابا أو يدايق ماما عشان خاطر هو ما كانش متعود وهو صغير على تحامل المسؤولية فأنت دلوقتي يطالب منه كده أو الناحية التانية لو كان من الشخصيات مش القوية فمش قادر يواجه فيديهم فأعمل إيه الاضطراب المصطنع وكتير جدا من أطفال دلوقتي ودخول مرحلة مراقة عندهم اضطراب المصطنع اللي هو إيه عايز يجذب الانتباه عشان خاطر بابا وماما كانوا دايما مشجعوني بدوا ينسحبوا عشان مش بعمل السركيات اللي هم طلبوها مني لما كبرت شوية فيه يكتب على الفيس أنا عندي كانسر يقول لصحابه أي قصص وهمية أي قصص من أجل لفت انتباه الآخرين صحيح ما هو كان واخد جرعة من الحنان والحب المعتدل اللي كان موجود فجأة انسحب تماما في بعض الأوقات موضوع بيتحول لو كان من الحد المراقة إلى الشخصية المدللة بيوصل إلى النرجسية حب الزيت أنا بحب نفسي بحاول محاولة إزال آخرين ودي بتحصل في الطفولة الطفل المدلل أني أنا بعمله كل حاجة في ظهور بيبي جديد كان صغير أو كبير مع وجود أي نقد أصلا ليك أخ بص إزاي بيعمل حاجات أنت بشي تعملها أو أي حاجة أو حد مميز بيبدأ قاصد يئزل آخرين سواء كان في الكسب الانتقامي من أجل محاولة إزال آخرين أو في الفصل أو بيحاول يزيب أي شكل من الأشكال بعد كده بيبدأ يمتح الآخرين مع عادة الأب والأم عشان شايف اللي هم بيزو وبيكون قاصد كنوع من أنواع التمرض السلبي أو النشوذ الدفاعي اللي هو يديهم دعيال صغير يا دكتور دعيال عندهم 3 سنين و4 سنين و5 سنين كل اللي حضرتك بتقوله ده بيدور في مخهم ده يعني لسه ما عندهمش القدرة لنهم يتحكموا فرشة أسنانهم وزي ما حالك بتقول ودرستها لكن هو الطفل أو الطفلة في السن ده بيبقى واعي لكل التصرفات يعني كل الحاجات دي بتدور في مخه ده يبقى طفل عبقري وخلاص ما نضغطش عليه بقى احنا مش محتاجين نزاعده في أي حاجة كل الأطفال طالما هم تولدوا معندهمش مية في المخ أو ضمور في المخ أو أي حاجة يبقى طفل سوي لو ما كانش عنده الحاجتين دول طيب هو طفل سوي هو طفل عبقري بمعنى الطفل هو بيرضع من والدته يعني كان في شهور بيكون فاهم بيبصى على والدته رأكشناتها ممكن يعود والدته وبرضع فبيشوف رأكشنات طنوا الصوت فبيتعلم إن ده حاجة صحة ولا غلط عشان كده بالله الأطفال هم صغيرين تعلم المشاهدة لما بيمد إيدهم مثلا هم بيعرفوا الأكشن ده حلوة الوحشة من الدحكة فالأب بيدحك والأم كالشرق فهو مش قادر يتوصل بسوا عبقري اللي بيعمل بقى الحتة الفارقة إن هو يطلع عبقري زي أمثلك يعني مثلا أنا دايما بفتكر بيكاسو قالك أنا لو كنت في الكنيسة ماما قلتلي كان زماني بقيت رئيس القصاوسة أنا لو كنت في الجيش كان زماني قادي الجيش بس أنا بقيت فنان فبقيت بيكاسو فكلنا عبقرة اللي بيحدد ده أول ثمان سنين في الطفولة يتحط يقامع لفظي وبدني جميل يتلاوحة عبقري خلينا أتكلم بشكل عملي شوية دكتور النور يعني دلوقتي أنا إزاي طبعا الأطفال لما يكبروا شوية تكلم على سبع سنين ثمان سنوات أو غيره بحتاجين فكرة حنان الأب والأم فكرة الحنان والتدليل دي حاجة مهمة جدا لأنه الطفل بيشعر بالاطمئنان إنه أبوه وأمه بيحتوه وبيدوله مشاعر بتبني شخصيته وبيتخليه واثق بالنفسه أنا كأب وأم إزاي أتعامل مع أولادي أديهم الحنان المطلوب والعاطفة في نفس الوقت لا أصل إلى نوع من التدليل المفرط المعدلة دي الأباء والأمهات يعملوها إزاي إيه المواقف اللي تخليني أقول لأولادي فعلا أديهم الجرعة المطلوبة من الأمان والحنان وغيره وفي نفس الوقت لا أفسد شخصيته طيب أنا عايزين نبعد الحب والحنية والإبني يحضرني كل يوم أول أربع سنين له هيبيو كامس اللي هو ليه علاقة به النمو المعرفي والزكاء والتركيز وقوة المراحظة وحتى النمو البدني وكل ده خاص به الحب اللي المنطلوبة بيكابس الموجودة في المخ فعزين نبعد كلامك حلو جدا نبعد بقى نقول لناس أن فكرة الحب والأحضان كل ده والتعبير عن المشاعر لأولادي ده مش تدليل زيت تماما إحنا من نتكلم عن تدليل زيت عدم تحمل المسؤولة تماما المسؤولة خاصة لو أكله طبقه كبايته سنانه فمش حياكل ومش حيخسل سنانه وحيجي له سوسة وانا اللي حخده وما روح يوم الدكتور الأسنان لازم أعمل حاجات دي طيب ولدنا هل بيكون قصدين يغلطه أو أطأ هو بيبدأ يجرب هو ما عندوش الشغف أنه حسب يا جيناتك يا موضوع من التنشاء الاجتماعي قد يكون جيناتك هو مش عايز تحمل المسؤولات طلع الأب أو الأم طب ورد أو من التنشاء الاجتماعي عشان هو صغير ما تعودش فبيبدأ يجرب لو ده جاب معاي نتيجة فيبدأ يبتزين عطفية لو حاطت لإبني أكل هو مش عايز أكل فببدأ أجمل الأكل بحطه للجزرة والبتاع بشكل عينه حاجاته في الأول برضو مش متقبل بس سيب له أكل زي ما هو حاجتش هموت مجوع بس لو فضلت يتزين على طول بس حاجده سوء تخزية طيب طب أطفال ليه أو تخزية أطفال عشان يعرف إيه الحاجات اللي فيها قيمة غذائية هي مش بالكام هو بالكيف طب فشوف إيه الحاجات الكويسة اللي ممكن يأكل بس التعامل السلوكي في موضوع الأكل لازم تأكل لازم تأكل زي مثلا بعض الجرسمات زي ابني بيرفع مثلا تشيرت في أول أربع سنين بيكتشف أو أول خمس سنين فأول تقولي فيه حاجة محتاجة تجاهل إيه اللي بتعمله ده بس عارف إن ده بيضيق ماما فيبدأ يستخدم ده كنوع من أنواع اللي بتزاز مدى الحياة لحد ما تجاهله هو موقف فيعده مرور الكرام فلما يعرف إن ده حاجة اللي ماما يضغطني عليه طب مش وكل طب مش عامل ده فدخلت في موضوع الرشوة فهم يبتزونا ففكت بقى اللي أنا أسيب ابني في بعض الأوقات لازم يعمل ده فالفكرة بقى فإحنا بنغلط اللي إحنا مش بنحب بولادنا في الحاجة يعني قوم يعمل قوم سوي كان لها أوامر بالظبط وهو حيرفض الأوامر مش مش أنيعمل مشاركة ويبدأ يروا أسرين مع بعض ونبدأ نغني فابدأ أعمله بيئة محيطة أشخاص أشياء أماكن اللي هو مبسوط اللي إحنا بنغني مع بعض مش بكره في الحاجة ومش تعاويم الكلام نازم حطيره تسكاتي عملها وبنعان عليه هياخد هدية مش هياخد رشوة بعد كل حاجة هيعملها دي مهمة جدا فلما ياخد حاجة الهدية طولة المدى هيبدأ يتعود تجريجيا يعني أفرق بين الهدية والرشو إزاي طيب هو بالنسبة لهم الشباب الصغيرين مرتبطة إنه لو عملت الكذا هتأخذ الكذا بعد شوية الكذا ده عمل يكبر 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 وسقف التوقعات بيكبر والطلبات بتكبر أكتر والهدايا بتكتر والفلوس بتتدفع كتير طيب إحنا بنقول دايما إيه الفرق بين الهدية والرشوة إن الرشوة فور الشيء الكواسي اللي عمله دي اسمها رشوة أعمل كذا وديك شيكولات أعمل كذا واجيب لها حاجة فرانية دي اسمها رشوة يبدأ يتعود عليه ودايما بقول الهدية قصيرة المدى وطويلة المدى قصيرة المدى دي آخر اليوم بوناقل على التسكات عملها واحدين تلاتة أربعة فهناخد حاجة أكترا عن عملنا النهاردة إن القيمة المدى الطبيعية إحنا بنعمل إليه الموبايل أساسي التابلت أساسي الكمبيوتر أساسي التلفزيون أساسي فكل حاجة بالأساسية بس لما أبدأ أسحب الحاجات دي والحاجات دي تبهي المكافئات أنا أشترى بالندم مادي بقت الموضوع بكام طيب آخر أسبوع أنا بنوع الهدايا إنت لما تقوليني مثلا آخر أسبوع هنروح لمكان فلاني منطقة صحية ولا مكان فلاني عن اختيار محدد هو هيكون مجبر يختار المكان حتى لو حاجاته محباش حتى لو حاجات أسرية حاجة ليه علاقة بالكتب هو بكرهها مثلا بس هو ملزم خلاص ما هوات في البيت فهو أنت يحطي له اختيار محدد أنت لحديثي البرين ماب أنه هو يبدأ يتحرك عليه دكتور نور في بيتنا طفل مدلل خلاص اتعود على أنه دايما يعني يتدلع وفيه دلع أكتر من الأب والأم لنواجه المشكلة دي حضرتك سميتها في بداية اللقاء فكرة علميا كما نسمعها متلازمة الطفل المدلل ودي لها أثار بعد كده بتخلي الشخص أناني عنده أحساس بالاتكالية على الآخرين بتصل إلى النرجسية لما يكبر كيف أتعامل مع طفل مدلل داخل البيت طيب خلينا نسمع كاتيجوري لحد الطفول المتأخرة حاجة وبداية المراقع حاجة عشان بتوصل لمتلازمة على الإمبراطور الصغير إنه هو الشخص المتمرد متمرد في كل شيء فلو كلمنا حدد فورة متأخرة بنكلم في 80% من السلوكيات اكتملت ممكن نشتغل عليها بشكل سعر أو ممكن نشتغل عليها من هي الغاية سنة كيف؟ لحد 9 سنين 9 سنين عشان 10 سنين بداية المراقع وفي هذا الأطفال للأسف في ممكن المراقع تبدأ الأفكار من أول 9 سنين مثلا نكلم يعني 9 سنين طب هنعمل إيه؟ هنبدأ نعيد تاني الروتين شخصية مجموعة السلوكيات نبدأ نحط روتين تاني بسلوكيات مختلفة فيها تحامل المسؤولية هين هيخش مقامة السلطة أتحببي في الحاجة أنا أتمنى واحد نين تاة أربعة هو كده كان هناك في حاجة اسمها defense mechanism ميكانيزمات دفاعية هو مباشر من الأدم إحنا أنا الكبير هو وعاز أبدأ أضغاية مش بسهولة طب فلازم أحببك في الحاجة وفي نفس التوقيت فيه عقاب معناوي بعد كده عقاب مادي من حاجة اللي أنت بتحبها بعد كده بيبدأ أعديك أعباء إضافية جوه البيت وبيبدأ أزود الموضوع تدريجيا فيبدأ يكره اللي هو يبدأ يتمرد أو يعمل السلوك الغلط ويكون غزبا عنه ويعمل السلوك الصح عشان يبدأ ياخد مكافأة عشان اللغة اللي هو فهمها هو صغير لغة السواب والعقاب وهيبدأ يبتزني وهيبدأ يعمى يبتزني فأتراجع في القرار فيبدأ يكرر نفس السلوك أكتب من مرة يبدأ يقولك أنا مش فرقة معايا فلازم أكمل فلازم هنا يتظهر مقامة السلطة طيب بوصلنا أول عشر سنين لازم أشوف هل هو تحول إلى شخصية نجاسية هل هو تحول للتراب المستعنى هل هو تعرض للتراب تعرفها إزاي دي يعني إيه العلامات اللي تقولي إنه بقى عنده التراب في الشخصية طيب الإزاء إزاء الآخرين بدأ شايف هو بيتكلم التعالي والتكبر غير طبيعي سوق في التحصير الدراسي بقى المجموعة اللي حواليه الأصدقاء كلهم بينفروا منه بيجي لي شكاوي من مدرسة إنه هو ما بقاش عضواني أو بقى عنيف بس ما بقاش واضحة قوي كده دكتور لحضرتك بتبقى واضحة عشان لحضرتك مختص لكن بالنسبة للأهاني بتبقى فيه ميكس سيجنلز أو فيه إشارات متضربة لأنه الولد أو البنت مش بتبقى واضحة كده هي طول الوقت عدوانية بتبقى عندها تبريرات أو بيبقى عنده تبريرات مش بيبقى طول الوقت مش بيحصل دراسيا بيبقى بيحصل في جزء ممكن يكون بطل رياضي ممكن يكون متفوق جدا دراسيا ولكن السلوكه ابتدى يحيد عن الشكل اللي هو كان متعود عليه بتبقى فيه حاجات متدخلة بتبقى متصعب الموضوع على الأهاني طيب فيه حاجات بتعدي لا لا أخيرا لا لا أخيرا فيه حاجات بتعدي منوري الكرام بتفاوت بس لو وصل الاضطراب هيبان يعني لو وصل الاضطراب لا هو أصبح بقى عنده فيه فريفن الشخصية والسلوك يعني ابني جاله شكوى منه كل فترة كده فترة بعيدة خالص عمل حالة من العضوانية أو العنف ده السلوك حاجة عرضة حصلت معي بس لما يجيلي الشكوى المتكررة في سوء تحصيل دراسي في التعامل العنيف بدأ يجيلي الكوابس بالليل بدأ يأذي إخواته أو بدأ يعمل حركات غريبة بدأ يعالي صوته جوه البيت وممكن يقول ألفاظ بزيئة أو بدأ يقعد لوحده انتوئية فترات طويلة أصحابه أو أهالي أصحابه بدأ يشتكوا منه حتى لو كان بطل في رياضة هيبدأ التحصيل بتاعه أو الأداء بتاعه إيه ده التراب التراب ليه معالم ما ينفعش يعني ما فيش تفوية فيها فلو جانا الحاجات دي لحنا كده في مشكلة إحنا محتاجين نقلوح مختصة أوه طب لو عدى المرور المضوع على الحل الوحيد في الحتة دي لأنا أحط الحاجات الاختيارات محددة أبدأ أقالي الإجبارات أبدأ أعمل جسر التعاون معاه أبدأ أحكي له قصص حاجات اللي بنعملها دي نعمل أكتيفت كتير جدا مع بعض عشان ساعتها هيكون حس اللي هو كبر في أي إجبار هيعمله نوع من أنواع القامة وخصوصا أنا غلط اللي معاوتوش على الروتين وأبدأ أنا بشوف أن السيستم أهم بالتارجد فالسيستم اللي حتى رفيه تحسن في الأسبوع واحد في المية أنا كده يمشي على المنور الصحة بكتور نور أسامة استشارة عديل السلوك نورتنا وشرفتنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة